في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات المدافع وتشتد فيه ضراوة المعارك في السودان لا تخفت أحاديث الحوارات الداعية إلى مبادرات تحقن دماء السوداني 12 هدنة سابقة كانت نهايتها الفشل فلا تكاد أن تنتهي أيامها المعدودة حتى يخرق اتفاقها وهو مشهد يظهر أن طرفي الصراع يزيحان الحل السياسي من أمامهما وتظهر من خلال ذلك نياتهم في إطالة أمد القتال إلى أن يحسم الأمر عسكريا وعلى الرغم من الإصرار على مواصلة القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني فإن الطرفين ما زالا يتركان الباب مفتوحا أمام المبادرات السلمية الدولية ويبرز هذا من خلال مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردغان ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان والأخير أكد قبول السودان بأي مبادرة تركية لوقف الحرب وإحلال السلام في البلاد ملامح مبادرة جديدة يلمح إليها مجلس السيادة نفسه قد تتوسط بها تركيا بين الطرفين المتحاربين في السودان رغم فشل جميع المبادرات السابقة الدولية منها والإقليمية وآخرها مبادرة جد الأمريكية السعودية بعد عدم اقتناع واشنطن بفعالية وقف إطلاق النار في السودان وقت سريان الهدنة إضافة إلى طرح مبادرات موازية كمبادرة الاتحاد الأفريقي ومبادرة إيغاد مبادرات لم يكتب لها النجاح ربما تتجاوز ذلك التجربة التركية خصوصا مع نجاحها في إبرام اتفاقية الحبوب المواقعة في اسطنبول التي بموجبها استمر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بموافقة موسكو وكييف محمد جرامة تيراتي عربي شكرا